الخارج لأن الانتخابات الأمريكية ليست شأناً داخلياً هو شأن يهتمي بالعالم كله صناع القرار حتى الشارع العربي كان مهتم بيتابع الدراما السياسية عبر الشاشات مين اللي هيكسب ترامب أم كاميلا هارس سؤالي لحضرتك إذا تحدثت عن الملفات اللي بتهمنا بشكل مباشر وفي مقدمة هذه الملفات الحرب الدائرة الآن على قطاع غزة المخاوف من حرب إقليمية يوم بعد يوم آخر بنظر هذه الحرب بتلوح في الأفق ترامب ما الذي يمكن أن يفعله في هذا الملف الساخن الآن الحرب الدائرة في قطاع غزة طيب إحنا عندنا اعتبارين علشان نرد على سؤال حضرتك الاعتبار الأولاني هو السمات الشخصية للرئيس ترامب ومعروف أنه هو بينتهج دبلوماسية غير تقليدية ودبلوماسية يعني فيها قدر من المفاجآت شوية الحاجة الثانية خبرة ترامب كرجل أعمال تخلي المسألة أقرب إلى الصفقات التجارية فكرة التسويات لبؤر التوتر الموجودة ويمكن حضرتك الدكتور محمد تستشف ده من كلامه لما قال أنه يعتزم إنهاء الحرب في غزة وفي لبنان طيب حينهيها بأنهي طريق لابد أن تأتي المسألة عبر تسوية صفقة سياسية اقتصادية لن يعني تضم غزة ولبنان فقط ولكنها قد تضم المنطقة بأسرها بما فيها دول الجوار الإقليمي اللي حياتك بتتكلم عنها اللي هي إيران ومواجهة التمدد الإيراني داخل المنطقة بخلاف صفقة القرن بشكل جديد وليته الأولى أو وليته السابقة كان بيروج خلال هذه الولاية ليه صفقة القرن دي صفقة قرن جديدة بالزبط كده تقدر تقول حياتك أنها صفقة قرن جديدة أنه ده اللي بيتقنه ترامب وخلي بالك أنه هذه الصفقة معناها إيه؟ معناها أخذ وعطاء هو مش هيدي إلا ما هياخد يعني بالتأكيد الكتلة العربية بتاعتنا ومنطقتنا تحتاج أن تضع سيناريوهات وحقول لحضرتك نحط تحت كلمة استباقية خمسين خط لا ننتظر أن نكون ردود أفعال يعني حضرتك بتسألني ومن مبارح وسائل الإعلام بتسأل الناس كلها هو ترامب حيعمل إيه؟ طب إحنا هنعمل إيه؟ هو السؤال الأصح إحنا هنعمل إيه؟ مش ترامب اللي هيعمل إيه؟ لماذا ننتظر أن نكون دائما ردود أفعال؟ آه الولايات المتحدة دولة كبيرة قطب كبير تحتكر المشهد العالمي سياسيا وقتصديا وعسكريا كل ده معترف به لكن أنت عندك كمان كتلة عربية لديها موارد وأدوات ضغط تستطيع أن تستثمرها وأن تكون فاعلا بدلا من أن تكون مفعولا به إحنا منتظرين أن ترامب يحللنا قضية الصراع العربي الإسرائيلي عن طريق الضغط على نتنياهو هل حضرتك تتوقعي أن ترامب يضغط على نتنياهو علشان يوقف هذه الحرب؟ طيب حيضغط عليه ليوقف الحرب لازم حيحصل على مكاسب نتنياهو حيحصل على مكاسب المكاسب هي الابتعاد تماما ده من وجهة نظري الابتعاد تماما عن فكرة حل الدولتين فكرة حل الدولتين دي ليست موجودة على أجندة ترامب نهائي لم يكن مؤمن بها بالضبط لن تكون موجودة على أجندة ترامب إذن المخاوف تزداد وحتى في سلوكه السياسي القدس اعترف بالقدس نقل السفارة واعترف بالسيادة المزعومة على البلان بإجراء على الأرض فعلي بالاعترف بالفدس لم يحدث بالتالي ما حصلش عصان كده نتنياهو يقيم الأفراح وده يتواكب مع إقالة جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي لأنه معناه أنه نتنياهو خلال الفترة اللي جاي الغاية على الأقل 20 يناير مستمر في العدوان سواء في القطاع أو في لبنان لأنه مستحيل هيقدم هدية لإدارة بايدن المغادرة بأنه يوقف القتال مستحيل ده يحصل إذن القتال مستمر نحن كنا بنقول ويمكن كنت مع حضرتك قبل كده أنه المسألة ستستمر حتى الانتخابات الأمريكية لا ما بعد الانتخابات الأمريكية حتى تتولى الإدارة الجديدة